بداية البيع والتأجير ممنوع طبعا إحنا من خلال جولات مكاتب الإسكان على المخيمات طبعا إحنا في عنا عقود إسكان فدائما الموظفين أو العاملين في مكاتب إسكان عندهم جولات على المخيمات بالتعاون مع لجان المخيمات فأي عائلة تستلم شقة وما بتسكن فيها عندنا في عنا إجراء يقوم مكتب إسكان بتوجيه انذار التزام بالسكان بداية الانذار التزام بالسكان بعد فترة إذا لم تلتزم بسكان سيكون هناك إنزار إخلاء توجه إنزار إخلاء للجهات المختصة من أجل إخلاء هذه الشقة وتسكين عائلي مستحقة في هذه الشقة